اشتركوا في القناة سوف ندرس الدينامية التي تحدث لكوكب الأرض بشكل مستمر أهداف التعلم اكتساب بعض المصطلحات والمفاهيم الجغرافية المرتبطة بالأرض بوصفها في تحول مستمر تعرف بعض العوامل الطبيعية والبشرية والتفاعلات بينها التي تغير سطح كوكبنا باستمرار الاشتغال بوثائق جغرافية صور ورسوم وخرائط لوصف مظاهر هذا التحول وتفسيره التحسيس بدور بعض العوامل الطبيعية والبشرية في تحول سطح الأرض إذن هناك مجموعة من المعلومات التي سوف نراها في هذا الدرس إذن كتمهيد يمكن القول نسمع من حين إلى الآخر حدوث الزلازل والبراكين في بعض مناطق العالم مما يدل على أن الأرض كوكب في تحول مستمر فما العوامل المسؤولة عن هذا التحول؟ وأين تتجلى مظاهره الكبرى؟ إذن هذه هي التساؤلات التي سوف نجيب عنها من خلال مجموعة من الأنشطة نبقى مع النشاط رقم واحد اكتشاف بعض العوامل الباطنية المسؤولة عن تغيير سطح الأرض باستمرار أوطن أماكن حدوث الزلازل والبراكين في العالم الوثيقة رقم واحد خريطة مناطق حدوث الزلازل والبراكين في العالم إذن هناك على سطح كوكب الأرض هناك مجموعة من المواقع والأماكن المعروفة بكثرة البراكين وكثرة الزلازل إذن كما تلاحظون يعني الأشريطة الحمراء هي أشريطة يعني معروفة بحدوث الزلازل والبراكين وأيضا هناك بعض النقط المتفرقة التي هي عبارة عن براكين إذن ألاحظ الخريطة ثم أحدد المناطق المهددة بالزلازل في العالم وأذكر بعض البلدان الواقعة بها إذن كما تلاحظون المناطق يعني هناك مجموعة من المناطق بالقرب من المغرب مثلا هناك شمال المغرب أيضا منطقة معرضة للزلازل والبراكين شمال المغرب وشمال الجزائر وتونس أيضا يعني جنوب أوروبا ويعني إسبانيا إيطاليا اليونان توركيا كلها مناطق مهددة بالزلازل والبراكين يعني في هذه المنطقة ثم هناك منتصف المحيط الأطلسي منتصف المحيط الأطلسي يعني الحمد لله يعني تقع في منتصف المحيط يعني لا توجد هناك يعني ضحايا بشرية إذا ما وقع زلازل أو بوركان لا قدر لكن بالنسبة للمناطق المأهولة يعني هناك خطر هناك خطر على الساكنة نعم كما نراحض هناك أيضا بالجزء الغربي من الأمريكيتين هناك مناطق يعني مناطق الزلازل والبراكين يعني في غرب أمريكا وكندا وفي غرب أمريكا الجنوبية يعني الشيلي الشيلي يبدو أنها كلها داخل منطقة من الزلازل والبراكين الشيلي والدول جنوب فينزويلا والبيرو وما إلى ذلك وكما نلاحظ هنا أيضا يعني شرق أستراليا أيضا منطقة مهددة بالبراكين والزلازل والفلبين وأندونيسيا ماليزيا اليابان وكوريا الجنوبية يعني هي مناطق مهددة بالزلازل ووطنوا على الخريطة أماكن حدوث البراكين على سطح الأرض نعم نقد قمنا بتوطينها وقارن مناطق انتشار البراكين بأماكن انتشار الزلازل وأستخدر خصوة أوجه التشاب والاختلاف بينهما إذن الملاحظ أن المناطق الزلزالية هي نفسها مناطق تواجد براكين أو بالقرب منها باستثناء بعض البراكين المتفرقة الوثيقة جوج التركيب الداخلي للأرض إذن الأرض قلنا أنها كوكب صخري يعني قشرتها قشرة صخرية إذن هذا هو الأرض لكن الأرض لها تركيب داخلي لها تركيب داخلي يعني لدينا بعض المعلومات عنه هو أن كما تلاحظون نحن نعيش على القشرة الأرضية فقط يعني كما تلاحظون هنا قشرة مواد صلبة نحن نعيش فقط على القشرة الأرضية ثم هناك معطف معطف يعني أسفل القشرة الأرضية يتكون من مواد لازجة ثم هناك نواة مواد سائلة سهيرة يعني النواة تكون عبارة عن مواد سائلة ويقال أن النواة هي صلبة على العموم يعني هذا هو التركيب الداخلي للكرة الأرضية إذن ألاحظ الوثيقة جوج أسمي أهم المناطق التي يتكون منها باطل الأرض إذن باطل الأرض يتكون من نواة سائلة ومعطف لازج يعني مادة لازجة يعني اللزوجة يعني مثلا العسل العسل لازج يعني اللزوجة هي ما بين السائل والصلب يعني بالتالي المعطف هو يتكون من مواد لازجة وعندما تخرج لسطح الأرض نراها على شكل يعني لافا للبراكين كما نراها يعني في البرامج الوتائقية تكون هناك يعني لافا سائلة تقريبا لازجة هذه اللافا اللازجة هي التي تكون المعطف ثم القشرة القشرة الأرضية وهي قشرة كما تلاحظون صغيرة جدا مقارنة بالمعطف والنواة يعني سمكها بسيط جدا بالمقارنة مع المعطف والنواة وهي التي نعيش عليها وهي التي تتواجد فيها الجبال والأراضي والمحيطات وما إلى ذلك توجد في القشرة الأرضية وهي تتكون من مواد صلبا يعني الصخور إذن هزة زلزالية والبراكين تنطلق من المعطف نحو المواد نحو القشرة الأرضية وحدد مصدر حدود الزلازل ومصدر البراكين إذن مصدر البراكين هو المعطف المواد اللازجة من المعطف وأيضا النواة السائلة أيضا يمكن أن تكون مصدرا للبراكين والزلازل يعني تكون إما من القشرة الأرضية أو من المعطف اللازج إذن الزلزال هزة أرضية تحدث في قشرة الأرض وتقاس قوته بمقياس ريختر وميركالي البراكين تدفق الصهيرة والحمام النارية من الباطن نحو السطح عبر شقوق القشرة الأرضية التركيب الداخلي للأرض يقصد به الطبقات الباطنية للأرض والمكونة من النواة والمعطف والقشرة وتعتبر النواة والمعطف مصدر نشوء البراكين أما المعطف والقشرة السطحية فمنها تنبع حركات الزلازل إذن المعطف والقشرة الأرضية السطحية هي التي تنبع منها حركة الزلازل والبراكين والمعطف هي مصدر نشوء البراكين إذن ننتقل إلى النشاط الثاني اكتشفوا مفهوم التجوية ودورها في تغيير وتحويل سطح الأرض الوثيقة هي عبارة عن صور لبعض أشكال التعرية المرتبطة بالعوامل الجوية والمناخية أخديد ناتجة عن التعرية المطارية في تونس باء كتبان رملية متحركة بفعل هبوب الرياح في الصحراء هنا نجد لسانا جليديا متحركا في منطقة قطبية ألاحظ الصور الثلاث وأقرأ عنوينها ثم أصفوا شكل سطح الأرض كما هو بارز في كل صورة على حدة إذن كما نلاحظ هناك عملية تعرية أرضية بسبب المياه يعني المياه تقوم بنحط الأرض كما تلاحظون في الصورة الأولى المياه تنحت الأرض ويعني تتكون لنا أخديد فوق الأرض أما بالنسبة للصورة الثانية كتبان رملية بفعل حبوب الرياح فنلاحظ أن هناك تشكلات رملية كتبان رملية وهذه الكتبان تتحرك بسبب الرياح أما في الصورة الثالثة فواضح لنا أن هناك يعني أن هذا عبارة عن لسان جليدي بمعنى أنه كتلة يعني من الماء يعني على شكل صلب الذي هو جليد وهذا الجليد يتحرك ببطء فوق سطح الأرض أذكر العامل المناخي المسؤول عن التعرية في كل صورة على حدة إذن هنا العامل المناخي هو الأمطار هنا العامل في الصورة الأولى الأمطار في الصورة الثانية الرياح وفي الصورة الثالثة العامل هو التقالة يعني اللسان الجليدي ينزل بسبب تقره على الأرض إذن مصطلحات ومفاهيم التعرية هي تفكيك صخور وتربة سطح الأرض وتمر عبر ثلاث مراحل هي النحت والنقل والترصيب التجوية هي تعرية الأرض بواسطة عمال عوامل الجو والمناخ كالحرارة والرياح والأمطار وتكون التجوية إما مطرية أو حرارية أو ريحية أو جليدية إذن ننتقل إلى النشاط الثالث أكتشف مفهوم التعرية النهرية ودورها في تحويل سطح الأرض أكتشف مفهوم التعرية النهرية من خلال نموذجي السيل الجبلي والوادي النهري الوثيقة واحد السيل الجبلي وعناصره نموذج مصغر للتعرية النهرية صورة للسيل الجبلي حوض التجمع قناة الجريان مخروض الانصباب يعني كما تلاحظون السيل الجبلي الماء يعني عندما يكون لدينا جبل الجبل في الشتاء الجبل يتعرض لأن هناك تلوج تستقر فوق قمم الجبال عند الصيف تدوب هذه التلوج وعندما تدوب هذه التلوج فإنها تتحرك بفعل التقالة يعني تتحرك باتجاه البحر وعندما تتحرك باتجاه البحر فهي تعبر الجبل إلى سفحه وهذه العبور عملية هذه العبور تسبب نحت الجبل والسهل إذن ويتكون لدينا حوض التجمع يعني ينتج النحت عملية النحت للجبل ثم قناة للجريان يعني المياه التي تنزل من الجبل تكون قناة للجريان وهذه القناة تسبب النحت لسفح الجبل الذي يتحول إلى واد فيما بعد ثم مخروط الانصباب مخروط الانصباب يعني المخروط عندما صبيب هذه المياه التي تأتي من قمة الجبل أو من قمة التل تنزل إلى تصب في واد أو في نهر أو في بحر إذن ألاحظ الصورة وأرسم المرافق لها ثم أستخرج العناصر المكونة للسير الجبل وهي الموجودة في هذه الصورة الثانية أحدد عملية التعرية التي يقوم بها كل عنصر على حدة إذن عملية النحت والنقل والترسيب ونجز في دفتر رسما مبسطا للسير الجبل إذن مطلوب من التلميذ أن يقوم برسم هذه الصورة الثانية الوثيقة اثنان الوادي النهري صورة للوادي النهري إذن كما ترون هذا واد نهري بمعنى يعني في نهر هذه صورة حقيقية الصورة الأولى ثم الصورة الثانية هي صورة يعني توضيحية رسم مجسم لعناصر ومكونات الوادي النهري كما تلاحظون هناك سفح هناك ضفة للنهر وهناك مجرى صغير يعني عندما يكون هناك جفاف يعني هناك مجرى صغير للنهر ثم المجرى الأكبر يعني عند الفيضان يكون هناك مجرى أكبر ثم يعني الوادي يعني الوادي يجمع كل يجمع النهر مع سفوحه وضفافه يعني الوادي هو الأكبر والنهر الصغير هو مجرى النهر المائي إذن ألاحظ الصورة وأرسم المجسمة ثم أرسم شكل التضاريس الممتلة فيها إذن يعني على التلميذ أن يقوم بعملية الرسم هذه التي تمت بشكل مبسط في الصورة الثانية أحدد أهم العناصر المكونات التي يتألف منها الوادي النهري إذن الوادي النهري يتألف من سفحين ومن ضفتين ومن مجرى كبير ومجرى صغير إذن في المفاهيم ومصطلحات التعرية النهرية العمليات التي تقوم بها المياه الأنهار من نحت ونقل وترسيب وتنتج عنها أشكال تضاريسية كالوادي النهري السيل الجبلي شكل تضاريسي ناتج عن التعرية بواسطة المياه الجارية ويتكون في حوض التجميع قناة الجريان ومخروط الانصباب الوادي النهري الشكل التضاريسي الناتج عن التعرية بواسطة مياه الأنهار والأودية ويتكون من المجرى الأصغر والمجرى الأكبر ومن ضفتين يمنى ويسرى ومن سفحين أيمن وأيسر وسفحين إذن للملاحظة هذه المفاهيم والمصطلحات بالأسرق يتوجب على التلميذ أو التلميذة حفظها أو فهمها بشكل جيد لكي يحفظها لكي تكون من مكتسباته المعرفية إذن ننتقل إلى النشاط رقم أربعة أربط بين بعض أنشطة الإنسان والتحول الذي يطرأ على سطح الأرض أكتشف بعض أنشطة الإنسان التي تهديم سطح الأرض الوثيقة واحد اجتتات الأشجار يقوي من نشاط التعرية استغلال منجم مكشوف يزيد من حدة التعرية في الوثيقة جوج ألاحظ الوثيقتين واحد وجوج ثم أسمي الأنشطة البشرية التي تعبر عنها الصورتين إذن النشاط الأول في الوثيقة رقم واحد هو يعبر عن عملية قطع أشجار غابوية والذي يؤدي إلى تعرية التربة والنشاط التاني هو عبارة عن حفر منجم مكشوف يعني يقوم الإنسان بحفره بشكل مستمر وهذا أيضا يؤدي إلى التعرية أصف التغيرات التي أحدثها الإنسان على سطح الأرض في الصورتين يعني قام الإنسان بتعرية الأرض للأسف يعني قام باجتدات الأشجار وتعرية الأرض وهنا قام بحفر أخديد داخل الأرض في المنجم المكشوف أتعرف بعض مجهودات الإنسان لحماية سطح الأرض من التعرية في الوثيقة ثلاثة إعادة تشجير الغابة من طرف الإنسان هذا سلوك جيد يعني عندما نأخذ الأشجار من الغابة فإننا نقوم بإعادة التشجير للغابة لكي تتجدد الغابات فكما نعلم فإن الغابة هي رئة الكوكب الغابات هي رئة الكوكب لأنها تنتج لنا الأكسجين الأكسجين الذي يتنفسه الإنسان والكائنات الحية الأخرى الوثيقة أربعة مقاومة التعرية بالزراعة حسب خطوط التسوية إذن حسب خطوط التسوية نقوم بزراعة أشجار ونباتات يعني تقاوم التعرية أحدد موضوع كل الصورة على حديث إذن الصورة الأولى كما قلنا يعني زراعة الأشجار الصورة الثانية هي يعني زراعة القيام بزراعة في خطوط التسوية خطوط التسوية والتي تمنع الإنجرافات أصفوا سطح الأرض كما يبدو من خلال الصورة إذن السطح الأرض يعني يبدو سطحا يعني على شكل تلال يعني سطحا جبليا وبينوا بعض مجهودات الإنسان لحماية سطح الأرض من التعرية إذن المجهودات الإنسان يعني إعادة تشجير الغابات ومقاومة التعرية بالزراعة حسب خطوط التسوية مفاهيم ومصطلحات الإجتشات إزالة الغطاء النباتي الطبيعي مثل أشجار الغابة والأحراش والسهوب من طرف الإنسان خطوط التسوية الخطوط التي تصل بين نقط سطح الأرض ذات الارتفاعات المتساوية وكما قلنا فإن هذا المصطلح الأزرق يجب حفظه وفي الأخير هناك تقوية التعلم من خلال الرسم التوضيحي لعناصر السيل الجبلي الرسم باء في النشاط الثالث أقوم بما يري أعرف حوض التجميع مخروط الإنصباب الترصيب وبينوا دور التعرية المائية في تكوين السيل الجبلي وقد رأينا هذا في حينه في النشاط الثالث وأدعو التلاميذ إلى العودة إلى هذا النشاط لكي يقوموا بهذا التمرين البسيط وبهذا نكون انتهينا من الدرس الرابع وفي العرض القادم سوف نقدم الدرس الخامس وشكرا على حسن انتباهكم واستماعكم وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة